اشتركوا في القناة سعب القدم محمد الحمدي قلت لكم ان نفس السيناريو حدث تقريبا في مباراة السودان عشر دقائق كنا متراجعين للخلف ولكن في الدقيقة الحاذية عشرة تسجلنا الهدف الاول وهنا نعيدها ونكررها نفس السيناريو يتكرر بنفس الطريقة بنفس الاسلوب بنفس تقريبا يتمكن المنتخب الجزائري من فتح باب التجيل عن طريق تبقى دائما ان اماراتي عن طريق المشرخ عبدالله المشرخ يستفيد من مخالفة يصفرها لحكم المباراة السوري الفارق بين ما سجل وما انتلقى كل منتخب ثم بعد ذلك اذ كانت تساوي هنا في فارق الاهداف يتم الذهاب الى القاعدة الاخرى على انطلاق الجزائرية الخطأ هنا من قول ولا حكم المباراة ما يقول ولا شيء واحدة ثانية من فتح كساسي ولكن الدفاع يتدخل يخرجها حزنا هذا المنتخب يكسب ثقة هنا التوزيع في القائمة الثاني لصالح المنتخب الوطني الجزائري ولكن خرجها تبقى دائما كرة اماراتية حداري من هذه اللقطة ومن هذه الكرة ممتاز من هناك ممتاز هدف ثاني فرصة اضافة هدف ثاني ما زالت الامكانية ما زالت الشانس ما زالت الفرصة ما زالت الامكانية وما زالت الفرصة ولكن لا وقع من هناك يدخل اناتوف يدخل دائما فرصة اضافة هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني حطى كساسي حطى هدف ثاني هدف ثاني ويا له من هدف من فتح كساسي اللي يسجل الهدف الثاني اليسار حطها على طبق لفتح كساسي الذي لم يخطع مرمى والمروغة ممتازة التمريرة بينية التدخل من دفاع المنتخب الاماراتي وسط الميدان الاماراتية خطأ يقول حكم المباراة لمصلحة المرزوقي التسديد باليسرى تعود جزائرية الانتلاق من انا توف من هذه الكرة خطيرة خرجها يابن ايدير دائما عند المرزوقي او المنصوري ولكن رحت الى خمسة امطار وخمسين شاهدوا انه في كل مرة الاسلم انا توف اليس بوعلام ايضا يطلبها على الجهة اليسار ولكن كترم ساهل هنا يستفيد من المخالفة يستفيد من المخالفة تباطع كثير هنا في هذا الدوري الكرة جزائرية رحت الى خمسة امطار وخمسين كرة من عبد الموجي بالتوزيع في القيم الاول انا توف بالراس ولكن رحت الى الركنية الى الركنية يقول حكم المبارسة منفذة في القيمة الثاني تلعب هذه الركنية بالراس من هناك لصالح المنتخب الجزائري كانت من توزيع على جهة اليمين تدخل الحارس مصياس حماش خطر حداري من هذه الكرة حداري والدفاع والدفاع متواجد موجود يبدد المخالف واحده مع لاعبين طالق مسلمان عطوف سريع جدا فرصة هدف ثالث فرصة هدف ثالث سريع جدا مسلمان عطوف كان يضيف الهدف الثالث لانطلاق دائما كانت توزيع حداري في القيمة الثاني كانت التوزيع من علي جمال في درمية التماس الكرة تبقى جزائري تروح سهلا للحارس حمدان محمد الحمادي الكرة الاخيرة هنا من عبد الموجيب نحو مسلمان عطوف يخرج علي جمال الخزيمي محمد الحمادي محمد الحمادي وكما هي العادة ايضا عبدالله الحربي في التحليل نقولكم تاني محمد الحمادي الفرصة الرحلة صدق ولا تصدق خطا قاتل ودول في شباب فريقه يا عزيزي عليها ان يندم على فوات هذه الفرصة لان خيالي لا يرسم له فرصة قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة